أطلق معهد البحرين للتنمية السياسية وضمن البرنامج الوطني الانتخابات 2018 درب أطلق دورة تدريبية معنوان مهارات متابعة ورصد العملية الانتخابية والتي يشارك فيها وعلى مدار ثلاثة أيام ما يزيد عن مئة متطوع من الشباب يمثلون منظمات المجتمع المدني المعنية بمتابعة الانتخابات لتعريفهم بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من إجراءات تشريعية يراد الكشف عن تفاصيلها على الوجه الأكمل مع قرب الوصول شيئا فشيئا إلى خط البداية الذي سيعلن من خلاله بدء يوم الانتخاب المنوي انطلاقه في الرابع والعشرين من نوفمبر القادم عمد وما زال معهد البحرين للتنمية السياسية إلى تنظيم العديد من المحاضرات وورش العمل التدريبية الرامية إلى تعريف الفئات المستهدفة بكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من إجراءات تشريعية يراد الكشف عن تفاصيلها على الوجه الأكمل وضمن البرنامج الوطني لانتخابات 2018 درب تأتي دورة مهارات متابعة ورصد العملية الانتخابية كأحدى المحطات المتسلسلة التي يستقلها المهتمون بمعرفة تضاريس الأرضية الانتخابية وشأنها الواسع هو برنامج متخصص معني بالجمعيات الحقوقي حقوق الإنسان المهتمة بمراقبة متابعة العملية الانتخابية التي سوف تجري في نوفمبر القادم ستكون لمدة ثلاثة أيام من تاريخ 15 إلى 17 أكتوبر ستحقد خمس محاضرات تؤدي إلى زيادة الوعي والتثقيف فيما يتعلق بالمشاركة في العملية الانتخابية الرقابة على الانتخابات تساعد مؤسسات المجتمع المدني في أن تكون تقاريرها في النهاية تقارير موضوعية مبنية على أسس سليمة لذلك هذا النوع من أنواع المحاضرات التي تتناول مواضيع كثيرة مثل التنظيم العملية الانتخابية ومخالفات الانتخابية تساعد في النهاية على أن تكون على دعم فكرة نزاهة وشفافية الانتخابات ما يزيد عن مئة متطوع يمثلون منظمات المجتمع المدني المعنية بمتابعة الانتخابات المقبلة حرصوا على المشاركة الفاعلة ليسهل تهيئتهم للمشاركة في تعزيز أجواء النزاهة والشفافية التي تتسم بها العملية الانتخابية في مملكة البحرين عموما وإنجاح الاستحقاق الدستوري الآتي عبر فكر شباب مستنير يلم بمختلف أشكال المشاركة السياسية من باب ما يمليه عليه الواجب الوطني تجاه مملكته كشباب اليوم لما نراقب على العملية الانتخابية من مؤسسات المجتمع المدني يجب أولا أن نكون ملمين بكافة الأمور الدستورية والتشريعية والإدارية وطريقة مراقبتنا للانتخابات في كافة مراحلها وإجراءاتها فشي طبيعي أننا نحضر مثل هذه الدورات اللي نظمها مشكورا مع الوحرين للتنمية السياسية فالاستفادة كبيرة بالنسبة لنا تلبية الواجب وثانيا أن في هذه الفترة بيكون في عرص انتخابي فلازم الجميع يفرح ويساهم في هذه الشيء بالإضافة إلى أن الجهة المنظمة وجزيل الشكر لهم قاعدين يوحون الناس وينشطون ذاكرة الناس في هذه الأمور على مدار ثلاثة أيام ستقام خمس محاضرات تختص بمجملها بتناول الشق القانوني والسياسي والإعلامي المتعلق بالانتخابات لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر